بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله إخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات باركور ديديكاسيون اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم سنقوم بعمل معكم هذا الموضيل للجورمات الذي هو أمامكم الذي يجب هذا الشكل هذا والذي نتمنى أنه هنا لإعجابكم قبل أن نبدأ ونتمنى من الناس الذين تحقوا بنا لأول مرة دعونا بالاشتراك في القناة وفعلوا زل الجرس لتوصلوا بكل ما هو جديد ونبدأوا على بركة الله بالنسبة للمكونات التي ستعملون بها ستكون عبارة عن ديزانو للفدة ديفيرموار أو سدادة للفدة ويخصصنا كذلك البانس أو كماشة بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ واحد الآن من الحجم الصغير الذي نفتحه بهذا الشكل هذا باستعمال البانس أو كماشة ثم كننخذوا ربعا ديال الخرص من الحجم المتوسط وقلقيهم بعد الآن اللي هو من الحجم الصغير باش نحصلوا على واحد الشكل اللي غدي تشوفوا الآن حيث غدي جوج جوج ديال الخرص على اليمين وجوج خرص على الشمال لكي يجوب هذا الشكل هذا الآن سنقوم بتركيب واحد الخرص من الحجم الصغير في أحد الأطراف ثم نضيف لها الزوج ديال الخرص من الحجم المتوسط ونستمروا في هذه العملية لغاية ما نكملوا العدد المطلوب ديال الخرص بالنسبة لهذه القرمة هذين كذلك تخدموها بالخرص ديال النحس والتي تأتي رائع في شكل دياله يبقى الفارق في المعدين إذن كمقوم استمرين بنفس طريقة لغاية ما نكملوا 17 سنتيم ديال الخرص هذا بالنسبة للمقاس ستندر ونحاول أن ننقف له هذه الخرص بواحد الشكل يعني تام باش نحصله على واحد العمل متقن في النهاية إذن فحنا الآن تقريبا على وشك الانتهاء من هذه العملية الآن سنركبوا واحد الأنو في كل طرف ثم سنضيف واحد سدادة بالانو ديالها اللي سنختمو بهذه العملية إذن أعزائي المشاهدين فهذا هو الشكل ديال القرميت ديالنا مبعد ما تنمينها اللي كتجي رائع في شكل ديالها كيفما كتشاهدوا معنا على شكل موضي الشوبر فكنتمنى أن هذا العمل هذا ديال يومين لإعجابكم قبل ما تخرجوا ما تنسوش ضغطوا على زر إعجاب باش تتجعون وتقديم المزيد من الأعمال إن شاء الله والآن ما بقى لي إلا نوداكم على أمل اللقاء بكم ففرصة قادمة إن شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته